من جديد تعاود الميليشيا خنق مدينة تعز وقهرى ابنائها الذين أصبحوا معزورين عن الحياة وفرائس للموت حرمانا من أبسط مقاومات الحياة بعد إغلاق الميليشيا لممثل غراب آخر المنافذ المؤدية إليها الناطق باسم المقاومة الشعبية العقيد منصور الحساني يؤكد أن الميليشيا أغلقت جميع الممرات المؤدية إلى المدينة منذ يومين مطالبا التحالف العربية والحكومة والمبعوث الأممية إسماعيل ولد الشيخ بإيقاف التصعيد الذي وصفه بالإجرام ضد المدنيين سجن كبير على سكانها أصبحت المدينة التي تحولت مستشفياتها إلى أماكن فارغة لا تستطيع القيام بشيء سوى توجيه نداءة الاستغاثة وإعداد المرضى والجرحى للدفن بعد أن أصبحت عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الطبية وحيدة تدور تعز في فلك الحرب والحصار والمعاناة ولا أحد يعرف إلى الآن لماذا تستمر الحكومة في صم آذانها عن وجعها الكبير الذي أصبح يحل في كل بيت من بيوت المدينة موسيقى 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 موسيقى